بنتكلم الآن كيف يمكن إيجاد حجم المتوازن السطوح في الفضاء لو فيه T والU والV أحرف متجاورة بنقول T دوت يعني ضرب قياسي والU كروس V ضرب اتجاهي وأضحها على صورة المحدد بهذا الشكل نفهم عن طريق المثال أوجد حجم المتوازن السطوح الذي فيه U والV والT والV فنعمل إيه؟ نجيب الحجم إزاي نقول يساوي طبعا الحجم بعمل محدد من الردبة الثالثة أو محدد من ثلاثة في ثلاثة وبكتب إيه في المحدد؟ بكتب هنا T1 الأول وT2 وT3 فلو خدنا T1 بثلاثة وهنا الجي ما في جي يبقى بصفر والK بأربعة هذا حجة T طيب الU واحد وU2 وU3 أدي الU أخده اتنين مع الI وناخده سالب ثلاثة مع الJ والK بواحد نجي حجة V هنا ما في I يبقى الI هنا بصفر والJ بواحد هنا بواحد والK بواحد كيف أفكر المحدد من الردبة الثالثة؟ عارفين الطريقة؟ أعمل نسخ للعمود الأول والعمود الثاني كما هما هذا العمود الأول والعمود الثاني عملهم نسخ ولصق فالناتج هيكون ايه؟ أكتب الثلاثة هنا وبعدين الاثنين والصفر وبعدين الصفر والسالب ثلاثة والواحد وأقول يساوي نبدأ بالفك في الأقطار الرئيسية من جهة اليسار أضرب الثلاثة في سالب ثلاثة في واحد يعطيني الثلاثة في سالب ثلاثة في سالب تسعة في واحد بسالب التسعة أفتح قوس كده طيب نيجي للتاني أضرب الصفر في واحد في سفر الصفر نمسح لتاني أيوة الصفر في واحد في سفر بهذا الشكل يعطيني الصفر طيب اللي بعده الأخير أضرب الأربعة في اتنين في واحد أربعة في اتنين بتمانية في واحد بتمانية وأسكر الكوس وأكتب سالب وأبدأ من الجهة الأخرى كيف من الجهة الأخرى الجهة الأخرى اللي احنا هنشوف كده 0 في 2 في 1 بصفر اللي بعده 3 في 1 في 1 تعطيني 3 اللي بعده عندي 4 في سالب 3 في 0 تعطيني الصفر وأبدأ أطلع الناتج سالب 9 وموجب 8 يعطيني سالب الواحد وهنا السالب 3 زائد 0 يبقى سالب 3 سالب الواحد وسالب 3 تعطيني سالب الأربعة بما أننا أجيب حجم لازم أجيب القيمة المطلقة لهذا المجدور يعني لإيه القيمة المطلقة يتحول لعدد السالب إلى عدد موجب لأن لا يوجد حجم أو مساحة بالقيمة السالبة لذلك حولناها إلى عدد موجب ونختار الإجابة جيم هي الجواب الصحيح